بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة الجن ووصلنا إلى قول الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء هذه الآية العظيمة أيضا ما زال أهل التفسير يختلفون في فتح همزة أنا وكسرها فمن فتحها جعلها من جملة ما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي أنه أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن و أوحي إليه أنه لما قام وكأنها تصوير لما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام مع الجن دون أن يعدري ودون أن يعلم كما أخبر بذلك ابن عباس وكذلك الرواية عن زبير بن عوام وعن الضحاك أيضا من بعد قالوا أنه لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في وادي نخلة وهو وادي بين مكة والطائف بدأ يقرأ في صلاة الفجر قال تزاحمت الجن عليه حتى ابن عباس قال حتى كادوا يركبونه أي يعلون عليه ويتجمعون عليه تجمعا عظيما لشدة تعجبهم من هذا القرآن ولحبهم سماع هذا القرآن دون أن يدري النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاه جبريل فأخبره بما حدث في ذلك اليوم وبما وقع مع الجن فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف كما أشار جمهور المفسريين على أنه ما كان شاعرا بوجود الجن وما كان عالما بأنهم موجودون يستمعون له وهذا الخلاف قد ذكرناه في بداية السورة وقلنا هناك من قال على أنه حديث بن مسعود ربما يكون هذه في المرة الثانية من لقاء النبي مع الجن حيث أنهم كلموه وكلمهم وسألوه أشياء ودعا لهم وشرط عليهم أشياء في قضية المسلم ما هي الواجبات والحقوق وإلا نحن اتفقنا أن الجن مكلفون ولا يمكن أن يكون شرط التكليف إلا عند السماع وعند معرفة الأحكام ومعرفة الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ميزه الله صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى الأحمر والأسود فلا شك أن ذاك كان خصيصا له صلى الله عليه وسلم قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه لما قام القيام هنا أنه لما بدأ النبي بنشر دعوته أو لما بدأ النبي بقراءته في ساعة الفجر أو لما قام النبي عليه الصلاة والسلام بالجهر بالدعوة في مكة وعبد الله هنا بالاتفاق أريد به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الرازي قال وهذا قول الجميع وذكر الآلوس هناك قولين آخرين يعني استبعدهما ولكن أنا سأذكرهما فقط من باب البيان على أنه بعض الفسرين قالوا أن هنا لما قام عبد الله يدعوه قالوا أريد نوح عليه السلام أنه كيف تكالب قومه عليه ومنعوه من الكلام ومنعوه من أن ينشر دين الله سبحانه وتعالى وقال الآلوس وهذا فيه بعد كبير ومنهم من قال على المراد به عبد الله عبد الله سلام لما أسلم كيف أنه تكالبت اليهود عليه وكذبوه وأنقصوا من قدره وأيضا هذا فيه بعد لأن السورة كما قلنا سورة الجن سورة مكية وعبد الله عبد الله سلام هو يعني أسلم في المدينة ويعني الكلام فيه هذا واضح لكن الذي عليه جمهور المفسرين على أنه المراد بعبد الله هو النبي صلى الله عليه وسلم وهنا تطرح أسئلة الأول الأول أنه ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى قال لما قام عبد الله ولم يقول رسول الله ولم يقول نبي الله أو لما قام محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما الحكمة أنه جاءت هنا الآية بتسمية النبي بعبد الله دون أن يكون باسمه الصريح أو بصفته رسول الله نبي الله أو غير ذلك قال أهل التفسير قالوا إن كان هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيكون النبي يعني لا يليق بالنبي أن يعظم نفسه فذكر نفسه عبد الله أنه لما قام عبد الله لأنه كأن الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قام عبد الله يدعو الناس إلى الله كادوا يكونون عليه لبدأ ومنهم من قال على أنه هنا لما كان الموضع كان الكلام الجن فهو مما نقلته الجن إلى قومهم قالوا أنه لما قام عبد الله يدعو الناس والخلق إلى الإيمان يعني منعوه وتتجمعوا عليه ومنهم من قال على أنه عبد الله هو لفظ للتشريف وللتعظيم حيث أنه ذكره بأجمل الأوصاف وبالإضافة العظيمة عبد لله وأنها الإضافة أضافته تشريفا وتعظيما له صلى الله عليه وسلم حيث أنه دائما العبر بالمضاف إليه فلما أضيف العبودية إلى الله كان ذاك مقاما عظيما ومنزلة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولما قام عبد الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه يدعوه أي يدعو من قالوا يدعو الله قالوا إما في صلاته أو في قراءة القرآن أو أنه يدعو الناس إلى الإيمان كادوا يكونون عليه لبدا مفسرين قالوا أنه هنا كادوا يكونون عليه لبدا الضمير فيه كادوا يعود على من من الذين كادوا يكونون عليه لبدا وما الحكم أنه لما يعني قال لما قام كما قلنا عبد الله ما قال لما قمت أو لما قام يعني قمت تدعو الناس كادوا يكونون عليك لبدا مثلا قال كاد يكونون عليه لبدا ما الفائدة في هذا الالتفات في الخطاب أو ما هذا إن كان مقصود هو النبي عليه الصلاة والسلام فما الفائدة في هذا الالتفات لم يقل لما قمت تدعو الناس كادوا يكونون عليك نعم إنما قال قال لما قام عبد الله وقد ذكرنا لكن هنا الضمير في قضية كادوا يكونون عليه لبدا أي أن الضمير يعود إلى من الجمهور على أنه الجمهور هو الرأي المختار والذي عليه ابن عباس وابن زيد وضحاك وقتادة ومجاهد وغيرهم من أهل السلف قالوا أنه كادوا يكونون عليه لبدا أن العرب تكالبت على النبي صلى الله عليه وسلم وتجمعت عليه وسنقف على كلمة لبدا حتى نعرف ما معنى اللبدا هذه لكن قالوا تكالبوا عليه وتجمعوا عليه وتجمعوا جماعات وكانوا أعوانا هذا قول ابن عباس أنه كانوا أعوانا وقول مجاهد أنه كان بعضهم فوق بعض متراصين متراصفين متقاربين منه ليمنعوه من نشر دين الله سبحانه وتعالى فهذا القول الراجح ولكن قول آخر قالوا أنه كادت الجن تكون عليه لبدا أنه الجن هي التي تقاربت وتلتسقت به وعلى بعضهم بعضا حتى كادوا يعلون فوق النبي عليه الصلاة والسلام ليسمعوا منه القرآن وذا قول ابن عباس كما قلنا والزبير والضحاك ومنهم من قال على أنه طبيعي القول الأول ذكرناه وقول يعني الرازي وقول الطبري رجحه الطبري ورجحه القرطبي كذلك ومال إليه من كثير وجمع كبير المفسرين القول الثالث على أنه وكلام عام وهو قول قتادة وابن زيد على أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قام بنشر دعوته تكالبت عليه الإنس والجن مشركي العرب مع الشياطين وجند إبليس في منع النبي عليه الصلاة والسلام في نشر دعوته ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره والله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون لذلك الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الدين أن يكون ولذلك مهما اجتمعت الخلائق وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أولكم وآخركم وإنسكم والجنكم اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وكذلك هذه الأمم والخلائق لو اجتمعوا لن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لذلك قالوا أكادوا يكونون عليه لبدى أي كادوا يمنعونه من دعوته لله سبحانه وتعالى لذلك أهل التفسير يعني قالوا أنه هذه فيها الآية مدح للنبي عليه الصلاة والسلام وفيها دلالة على ثبات النبي على موقفه وثبات النبي على ما يريد وإن حاربه العالم أجمع وإن حاربه جميع الخلق ولحظوا عندما يكون إنسان وحيد يصدح بدعوته ويكون في حال النبي عليه الصلاة والسلام وحده ومع ذلك يجابه الخلق جميعا لأنه أراد نشر دين الله سبحانه وتعالى وأراد نشر توحيد الله سبحانه وتعالى قال نعم قال كادوا يكونون عليه لبدى قلنا كادوا إما أن يكون للجن وإما أن يكون للإنس المشركي العرب وإما أن يكون للإنس والجن وأكثر المفسرين يختاروا أنه كادوا أنه المشركين واستدلوا بماذا قال لأنه بالبداية لم تكن موضوع الجن كانت هناك عداوة مع النبي عليه الصلاة والسلام بل أنهم فوجئوا واستمعوا لوحي الله للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون لهم علم فلم تكن هناك سابق عداوة بينهم مع النبي عليه الصلاة والسلام بينما العرب نلاحظ أنه يعني عادوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا منه موقفا وهذا يعني يظهر واضحا في الآية التي بعدها قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا فالكلام والخطاب لمن يعني وقفوا أمام النبي وجابهوه ومنعوه من نشر الدعوة وهو أليق بالمشركين من أن يكون للجن نعم قال كادوا يكونون عليه لبدا الإمام الواحد قال أنه الآية الخطاب هو يعني من كلام الجن يكون أو لا قال لأنه لا يليق أن النبي يعني يذكر نفسه بلفظ الغائب كما قال ونحشر المتقين يومئذ الرحمن وفدا نعم أما قضية كلمة لبدا حقيقة اللبدا هو جمع واحدها لبدا واللبدا هو تجمع الشيء وتراكبه بعضه فوق بعض حتى يكون متلاسقا ومنها سمية اللبود التي تفرش في الأرض قال يتقارب الصوف بعضه مع بعض وكذلك يسمى شعر الموجود حول عنق الأسد اللبدا على اعتبار أنه تكاثف وتقارب للشعر الموجود على عنق الأسد حتى قال زهير لدى أسد شاك السلاح مقدث له لبدا أطفاره لم تقلم فاللبدا على هذا التقارب الموجود في شعر الأسد ومنهم من قال أيضا من أهل اللغة القرطبي ذكر قال والعرب تقول وكذلك الطبري قال من قبله قال العرب تقول إذا تجمع الجراد وركب بعضه بعضا قالوا تلبد الجراد على اعتبار أنه تجمع وتكاثف وتكاثر وكان بعضه فوق بعض وهذه الصورة من تجمع المشركين حول النبي عليه الصلاة والسلام ليس رغبة منهم بالإيمان إلا ما رغبة منهم في منع أن يخرج صوت النبي عليه الصلاة والسلام وأن تخرج دعوته إلى الناس جميعا أما تلبد الجن يعني إذا حملناه على الجن فإنهم كانوا أرادوا أن يستمعوا إلى هذا الأمر العجيب الذي يعني جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بوحي الله سبحانه وتعالى فأرادوا أن يقفوا ويعرفوا هذا الأمر ويتقربوا منه لأنهم ما عهدوا أن يقوم أحد فيدعوا غير الأصنام وغير الأوثان وغير يعني من كان يعبد الأشجار والأحجار والنجوم والكواكب وغير ذلك ويعبدوا إبليس منهم فهم تعودوا أن يسمعوا هذا الكلام المعروف في بيوت عباداتهم جميعا أما يسمع رجل يتكلم ويدعو الله سبحانه وتعالى هذا الذي دعاهم إلى التلبد وإلى التجمع ولذلك نلاحظ أنه يعني هناك قراءات كثيرة حول قضية لبدا إما بالفتح لبدا وإما بالضم الاثنين لبدا وإما بالفتح والضم وإما بالضم والفتح والسكون وغير ذلك من القراءات الكثيرة ولكن كلها لا تخرج على أنها يعني على أنها هو التجمع والتكاثف والتلاصق في حول النبي عليه الصلاة والسلام نعم الإمام الطبري قال يعني إما تكون قاله وفيها لغتان إما أنه لبدة لبدة وجمعها لبد وإما يعني لبد وجمعها لبود نعم هذه يعني مما قاله أهل التفسير في لبدة أنه تجمع على النبي عليه الصلاة والسلام لغرض منعه من الدعوة فجاءت الآية الأخرى مبينة في توجيه الخطاب كان لمن قال في قوله تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أدعو ربي القراءة الجمهور قال إنما أدعو ربي وهناك بعض المدنيين وغالب الكوفيين قالوا قل إنما أدعو ربي نعم على معنى في توجيه القراءة أولا ثم من قال على أنه الكلام هنا أوحى الله إلى نبيه أنه قل لهم قل للكاثرين إنما أنا أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أو أنه على الغائب قال إنما أدعو ربي وجاءت إنما هنا لحصر المسألة أنه لا أدعو أحدا إلا الله سبحانه وتعالى فإن كنتم تدعون غير الله سبحانه وتعالى فأنا لا أدعو إلا ربي ولا أسأل إلا ربي قال قل إنما أدعو ربي نعم ولا أشرك به أحدا أي لا أجعل له شريكا فلا أسأل غير الله سبحانه وتعالى نعم قالوا هنا يعني الآية في قضية قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أن هذه الآية جاءت في بيان معنى أنهم إن كنتم تدعون غير الله فلا أدعو إلا الله والأمر من النبي في قضية التوجه إلى الله سبحانه وتعالى إما أنه يعني إن سألوك وإن تجمعوا عليك يا محمد لإرادة منعك قل إنما أنا لا أريد منكم شيء إنما أنا أدعو ربي فهذا جواب لهم قل إنما أدعو ربي يعني إخبار من الله للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول للعرب إذا منعوه أو إذا أحد منعه من الدعوة يقول له أنا لم أتطرق إلى شيء من دنياكم إنما أنا أدعو ربي فدعوني أدعو ربي كما أريد أو أنه إخبار من الله عما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما أدعو ربي أي النبي قال ذلك لما تجمعوا عليه ومنعوه حق الكلام في مكة ومنعوه من جهر بدعوته صلى الله عليه وسلم قال ولا أشرك به أحدا أي لا يكون هناك أحد غير الله سبحانه وتعالى يسأل ويتوجه إليه بالسؤال ويتوجه إليه بالاستعانة فأنا لا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أي أنه قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين وقيل أنه للجن أي لسان حالك يا محمد عليه الصلاة والسلام وهذا كلام للألوسي قال لسان حاله صلى الله عليه وسلم أن يقول للجن لما تعجبتم وتلبتتم حولي فأنا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إنما اعبدوا الله كما رأيتموني أعبده فهو الذي يملك الضر ويملك الرشد ويملك الهداية ويملك الغواية فالله صلى الله عليه وسلم يضل من يشاء ويضل من يشاء ويهدي من يشاء فأدعوه كما أدعوه أنا لا تتعجبوا من كلامي إنما توجهوا إلى الذي أنزل هذا الكلام والذي أرسل هذا القرآن العظيم الذي تعجبتم منه قال قل إني لا أملك لنفسي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أي أنا لا أملك لنفسي شيء حتى أنتم تلبتم عليه وتجمعتم عليه هذا كان كلام عن الجن أما إن كان الكلام عن الإنس أي قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قالوا بعض كفار قريش وبعض سفهاء العرب كانوا يأتون فيقولون للنبي عليه الصلاة والسلام متى ينزل العذاب متى يأتين العذاب فيتبجحون في ذلك فكأنه يقول لهم أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا فكيف أملك لكم هذا الأمر حتى أقول لكم متى ينزل عليكم العذاب أو متى يأتيكم الخير كما قال لو كنت على الغيب لا استكثرت من الخير ومن السني السوء أي أنه أنا لا أملك شيء ولا أعلم شيء لذلك أنتم يعني توجهوا إلى الله الذي هو يملك هذه الأشياء والذي بيده الملك فهو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير يصرف الأمور كيف يشاء على ما يشاء نعم قال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا توقف السلف أهل التفسير في فهمي ضرا ولا رشدا نعم قالوا الرشد حقيقة تكلمنا عنه كثيرا وقلنا أن السورة الجن امتازت بلفظ الرشد أو الرشد الذي جاء كثيرا في السورة وقالوا لأنه لا ينقص الجن من فض الله ومن نعم الله الكثير عليهم إلا أن يكونوا راشدين وإلا على هذه القوى وهذه القدرات وهذه الطاقة التي عندهم وهذه الإمكانية التي عندهم ولكن ينقصهم الرشد ولذلك أول ما تعجبوا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد لذلك جاءت هنا أيضا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قالوا هنا ضرا أي حياة ورشدا ضرا عفوا موتا ولا رشدا ولا حياة وقيل ضرا بمعنى العذاب ورشدا بمعنى الخير وقيل لا أملككم ضرا ولا رشدا أي لا ليس أمر يضركم من عقوبة أو قريب من القول الأول كما قاله القرطبي ولا رشدا ولا خيرا ينزل عليكم لأنني لا أملك هذه الأشياء ومنهم من قال الألوسي ذهب مذهبا جبيلا قال هناك قراءة لبن مسعود قال لا أملك لكم غيا ولا رشدا أي كأن الآية فيها من الاحتباك كما ذكر أهل التفسير أي لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا غيا ولا رشدا ولكن حذف نفعا وحذف غيا لمفهوم الكلام على المضادة التي تأتي لتقابل هذه الألفاظ أي كأني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا أملك لكم غيا ولا رشدا فهذه الأشياء كلها أنا لا أملكها ولذلك المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى وهذا كثير جدا في القرآن الكريم أن تأتي لفظة لتعبر عن اللفظة الأخرى التي تكون محذوفة من السياق وهذا يعني جميل جدا في أن يجمع القرآن بعض بين المعاني لاحظوا عندما يقول فتعالى الله عما يقولون علوا تعالى الله عما يقولون علوا قال تعالى علوا ما قال تعالى تعاليا فقال تعالى علوا وكأنك عندما تسمع تعالى ستستحضر لفظة ماذا تعاليا ويفاجئك القرآن أنه يأتي بعلوا فتستحضر ماذا على فيكون تعالى الله تعاليا وعلى علوا كبير ولكنه القرآن ذكر ماذا تعالى علوا و أنت ستستحذر اللفظتين الأخريات التي تتعلق بلفظ تعالى و تتعلق بلفظ علوا كذلك عندما يقول الله صبح و تعالى و تبتل إليه تبتيلة فتبتيلة ليس من تبتل مصدرها و لكن هكذا ستستحذر أنت المصادر التي تأتي معها تبتل و تبتيلة كذلك عندما يذكر القرآن فتقبلها ربها بقبول حسن و أنبتها نباتا لاحظ تقبلها تقبلا لكن جاءت قبولا و أنبتها ما قال إنباتا قال نباتا فكأنه تقبلها تقبلا و أنبتها إنباتا أي أن تقبلها تقبلا و قبلها قبولا و أنبتها إنباتا و نبتت نباتا نعم هذه كلها لحظة هذه الجمع العظيم خلال ذكر بعض الكلمات التي جاءت في هذه الآية قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ليس بيد شيء إنما الأمر كله لله فإن أردتم حق الإيمان وأردتم حق التوجه إلى الله فاعلموا أن الله يملك كل شيء ربما يبقى لنا سؤال حول أنه يعني هل النبي لا يملك أي شيء من هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بينما ذكره الله سبحانه وتعالى أنه أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا وداعنا لله بإذنه وسراجا منيرا فكيف أنه يعني نفهم أن الله أرسل النبي هاديا ونفع عنه الهداية وكما في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وذكر له الهداية قال وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وكيف النبي هنا ينفي عن نفسه أن يكون يملك ضرا ولا رشدا نعم إذا حملنا الأمر هذا على أنه الإيجاد من الله فالنبي لا يملك شيء قطعا وإن حملنا الأمر على أن النبي كان داعيا وهاديا إلى الله بإذنه فلا شك أنه الرشد والخير والرشاد كله سيكون في طريق من اتبعه وما زال في الآية كلام وبقية ربما نتركها لمن أراد أن يتوسع في ذلك نتوقف لهذا القدر إن شاء الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة